الفصل السابع جيش العبادلة من قصة عقبة بن نافع اعداد استاذ ياسر محمد نجيب بتبدأ احداث الفصل بنداء عثمان بن عفان رضي الله عنه بين الناس بالجهاد فتجمع لديه عدد كبير من المسلمين بلغ عشر تلاف ثارث سمي هذا الجيش بجيش العبادلة لانه يضم الكثير ممن يبدأ اسمهم بعبد الله كان من ضمن المشاركين في الجيش ده عبد الله بن العباس عبد الله بن ابي بكر عبد الله بن عمر بن العاص وكلف الخليفة عثمان بن عفان عبد الله بن سعد بفتح تونس وجعل له خمس الخمس من الغنائم اللي هو يقدر باربع في المية من الغنائم امد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه جيش العبادلة بألف بعير علشان تحمل الضعفاء وصل جيش العبادلة الى مصر واستقبله اهلها بالترحاب وسروا لمقدمة وانضم لجيش العبادلة من حشدهم عبد الله بن سعد لهذا الفتح بلغ عدد المجاهدين حوالي سبعين الف مقاتل طبعا عشر تلاف اللي هو جيش العبادلة اللي اتحركوا من المدينة مرورة وستين الف اللي انضموا لهم اللي كان عددهم عبد الله بن سعد في مصر فوصل عدد الجيش الى سبعين الف مقاتل انتظر عقبة جيش العبادلة في برقة وكان مع عقبة عدد غير قليل من زعماء البربر الذين اسلاموا وحسن اسلامهم انفرض عقبة بعبد الله بن سعد بعد ما استراح الجيش من مشقة السفر واخبر عقبة عبد الله بن سعد بان المعركة القادمة لن تكون مع القبائل منفردة ولكنها ستكون مع ملك طاغية بيبسط سلطانه ونفوذه من طرابلس الى طنجة وتدين القبائل لهذا الملك بالطاعة لانه خلصهم من حكم الروم واعلن انفصاله عن البلاط البيزنطي وبالتالي سأل عبد الله بن سعد عقبة عن جند هذا الملك وعتاده واوضح له عقبة بان لديه الكثير من الجند والعتاد وده بسبب ان جميع القبائل البربرية من طرابلس لطنجة بتأتمر بامر هذا الملك بالاضافة لان هناك عدد كبير من الروم بيقدمون له الولاء اسم الملك الطاغية ده هو جوري جوريوس ويطلق عليه اهل هذه البلاد جورجير سأل عبد الله بن سعد عقبة بحكم خبرتك ما رأيك في الفتح القادم ويرى عقبة بان يقتصر الفتح القادم على الرقعة التي يبسط عليها جورجير نفوذه عقبة شايف بانه لو امن بحملات جانبية البربر والروم هينقضوا على المسلمين من كل ناحية وبالتالي تعلم عقبة من فتح طرابلس فيما سبق وشايف بانه مفيش داعي لأي حملات جانبية في المرحلة دية ونصح عقبة عبد الله بن سعد بامرين الامر الاول بانه يتجه بالجيش الى صبيطلة لانها مقر الطاغية اللي بيمارس منه طغيانه بالاضافة الى تأجيل فتح طرابلس رغم انها اولى المدن اللي هيلقوها في طريقهم نهاية الفصل ونتمنى لجميع ابنائنا كل التوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراكهم في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر